يعقدون في الحادي والعشرين الشهر القادم بمنطقة البحر الميت مؤتمر القانون الكنسي السنوي الحادي عشر بمشاركة المحاكم الكنسية الآتينية في عمان والقدس والناصرة ويتضمن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان نحو ثقافة قانونية كنسية الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية ثلاث دورات لقضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في البلاد العربية وأخرى للمحامين القانونيين وثالثة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثمانية أيام موضوعات متعددة تتعلق بالزواج والطلاق وكيفية التعامل معها دار سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذوكس مخيم الموسيقى البيزنطية الثاني الذي أقيم في بيت الحجاج التابع لكنسة القديس جوارجيوس في مادبة بمشاركة خمسين عاشقا للموسيقى بينهم ستة أشخاص من فلسطين اجتمل المخيم عددا من الورشات المكثفة المرتبطة بالترتيلي بالإضافة إلى ورشة لتدريب المشاركين على الأصوات والإقاع وقد تحدث سيادته إلى المشاركين في المخيم عن الموسيقى البيزنطية وأهميتها في الكنيسة داعيا إياهم للعمل والترتيلي بمثابرة في الكنائس الرعوية بشكل لايق كما شجع سيادته كل من يرغب من أبلاء الكنيسة الالتحاق بمدرسة الموسيقى ثم استمعا إلى ترتيلي وموسيقى المشاركين قبل أن يجتمعوا معا على مائدة المحبة